الموعد الاقتصادي والمسائي من قناة الجزائر الدولية أهلا بكم في المستهل منحت شركة ستيب بولي مارس فرعو سونتراك الجزائرية عقد إنجاز مشروع مركب بيترو كيماوي لتحالف بقيادة بيترو فاك البريطانية بقيمة مليار ونصف المليار دولار بيانا عن المجموعة الجزائرية أوضح أن الصفقة تتضمن منح عقد وفق صيغة هندسة إمداد وبناء لفائدة تجمع دولي إلى التحالف المكون من الشركة الصينية شاينا هوانكيو أند أنجينيرينغ والبريطانية بيترو فاك لإنجاز مجمع للبيترو كيماويات بقدرة إنتاج تعادل خمسة مائة وخمسين طن سنويا من مادة البولي برو بارين على أن يتم إنجازه خلال اثنين وأربعين شهرا سجلت صدرات الجزائر من الغاز المسال أعلى معدل نمو في الدول العربية خلال الربع الأول من السنة الجارية وأظهر التقرير لمنظمة الأقطار العربية المصدرة لبيترول أوباك بعنوان تطول الغاز الطبيعي المسال والهايدروجين خلال الربع الأول ارتفاع صدرات الغاز المسال انطلاقا من الجزائر إلى مليونين واربعمائة ألف طن خلال الفترة الممتدة من جنفي إلى مارس الماضي بزيادة قاربت سبعة عشر في المائة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية وقعت شركة الخطوط الجوية الجزائرية عقدا مع شركة بوينغ الأمريكية لشراء ثماني طائرات وكشف الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية يسين بن سليمان أن الطائرات المعنية بهذا العقد من طيراز بي ثلاثمائة وسبعة وثلاثين مشيرا إلى الاستلام أول الطائرة سيكون العام الفين وسبعة وعشرين وكانت الجوية الجزائرية أطلقت شهر سبتمبر الماضي استشارة دولية لاقتناء خمس عشرة طائرة جديدة كشفت نتائج مسح سوق العمل الليبي أن حجم العمالة الوافدة إلى البلاد تجاوز مليونين عامل بنهاية العام الماضي المسح الذي تشرف عليه وزارة العمل الليبية أظهر ارتفاع تحويلات العمال الأجنبية إلى مليارين وستمائة ألف طولار عبر السوق الموازي التقرير ذاته أشار إلى أن سوق العمل يحتاج إلى إعادة تنظيم دخول العمال الوافدة وخروجها من البلاد والتقنين في السوق وفق التشريعات المعمول بها حذر البنك الدولي من تنامي الاقتصاد النقدي المدولر في لبنان بعدما بات يقدر بنحو نصف إجمالي الناتج المحلي وذكرت الهيئة المالية الدولية في تقرير صدر ثلاثة أن فشل النظام المصرفي في لبنان وانهيار العملة أدى إلى تنامي دولرة الاقتصاد وأضحى يهدد السياسة المالية ويزيد من عمليات غسل الأموال والتهريب الضريبي ويشهد لبنان منذ خريف 2019 انهياراً اقتصادياً صنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم وقد خسرت الليلة اللبنانية أكثر من 98% من قيمتها ختم الموعد الاقتصادي المزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا عبر شبكات التواصل الاجتماعي الظاهرة أسفل الشاشة إلى اللقاء اشتركوا في القناة